مرحبا أكيد كلنا منحب الأسماك بس فيه ناس ما بيحبوا أسماك وبيسألوني دايما هل ممكن أعوضها بيحبوا بالأوميغا 3 عشان نادر أجاوبكم على هذا الجواب لازم نعرف أول إشي ليش لازم ناكل أسماك وشوفوا وقتها الغذائية اليوم رح أحكي عن السردين التونا سمك الفلي هدول أهم الأسماك اللي منتناولها أو أكتر إشي موجود ونعرف الفرق بيناتهم من ناحية أنه أعلى بالأوميغا 3 أنه أعلى بالوايتامين D أنه أعلى بالسعرات الحرارية كل هاي التفاصيل بفيديو اليوم ويلا نبدأ بحلقة اليوم أكيد أول إشي بدي أذكركم أنه في كتير وصفات صحية بحضرها كلها موجودة على موقع الإلكتروني قسم الوصفات قسم المقالات في كل معلومات التغذية اللي أنتو بتحبوا تعرفوها فبتدروا تدخلوا على موقع لتستفيدوا منه خلينا نبدأ بالأسماك أول إشي بدي أجاوبه أنه ليش مهم نأكل أسماك يعني شو فرق بين السمك والجاج واللحمة ما كلهم بروتين أكيد بيفرقوا أول إشي ليه بيفرقوا لأنه الأسماك مش بس غنية بالبروتين غنية جدا بالفايتامين D وفايتامين D مصادره قليلة يعني يام نحصل عليه من الشمس نتيجة تعرضنا للشمس بأشعة الشمس بتضرب بالجلد بتكون مادة لها دخل بفايتامين D وبنجع بصير تفاعلات بالجسم ومنحصل على فايتامين D المصدر الثاني العالي جدا اللي هو الأكل موجود بالأسماك بعدين هنا الحليب والألبان فبالتالي سمك يعتبر مصدر من المصادر الأساسية لفايتامين D وفايتامين D بحسب دراسات مرتبط بتقليل خطر الإصابة بكتير أمراض زي أمراض السكري مهم للعظام مهم لكتير أشياء هذا أول سبب واللي بيميز السمك عن اللحمة والدجاج كمان فيه عالي بالبروتين ولكن أقل بالدهون وحتى الدهون الموجودة فيه هو الدهون اللي منسميها غير مشبع الأوميغا ثري المهمة جدا لصحة الدماغ ولصحة القلب يعني هو اللي بيساعدنا بالحيميات الكوليسترول وحيميات القلب بيقلل كتير الدهون وبحافظ على صحة العقل للزاكرة والتركيز وتقليل خطر الإصابة بالألزهايمر وأمراض الخرف على قبر خلينا نبدأ بكل نوع من أنواع الأسماك ونعرف الفرق بين أطهم 120 جرام من السردين هي أعلى الأسماك بالسعرات ولكن لأنه فيه نسبة عالية من الدهون المفيدة 120 فيه 250 سعر حرارية أعلى إشي بالفيتامين دي بوصل تقريبا لنسبة عالية جدا وعنده نسبة عالية من فيتامين دي وبميزه أنه إحنا مناكل السردين بالعظم فالعظم عالي جدا بالكالسيوم فيعتبر من المصادر الغذائية العالية جدا بالكالسيوم للسيدات اللي عندهم هشاشة وللناس اللي ما بيحبوا الحليب والألبان فهذا مصدر مهم جدا للكالسيوم ففيه كالسيوم عالي وبميزه عن باقي الأسماك لأنه منعكل السمك بالعظم فيه فيتامين دي عالي أكيد سعراته أعلى ولكن فوائده الغذائية عالية جدا عندنا سماك الفلي أقل أكيد بالسعرات الحرارية يعني تقريبا بوصل السعرات ل140 بال120 جرام اللي هي الإطعال قدامنا هاي عالي أكيد بالبروتين ولكن أقل بالفيتامين دي بيضل فيه فيتامين دي وبيضل فيه أوميغا ثري بس أقل شوي من السردين أقل بالسعرات من السردين سهل الهضم مفيد جدا أكيد لصحة القلب وصحة العينين وصحة الاتماخ فهذا اللي بيميز السمك الفلي أنا دايما بفضل إنه نحضره بطريقة مشوية بالأعشاب وفيها موقع الإلكتروني أكتر من وصفة للسمك للأطفال والكبار تقدر تستفيدوا منها وصفة أقراس السمك الفيش كيكس وفيه عندنا وصفة السمك بالبقدونس وغيرها من الوصفات الصحية اللي بتشجعكم تعكلوا سمك بطريقة صحية آخر نوع عندنا التونا التونا عندنا 120 جرام تقريبا فيها 148-150 سعر حرارية فيه أوميغا 3 أكيد فيه فيتامين دي أقل شوي من السردين يعني تعتبر تاني مرتبة مع السمك الفلي بعد السردين سالمونت كمان فيه أعلى طبعا برضه سهل الهضم وفيه جدا وبرضه فيه نسبة عالية من الأوميغا 3 بس بدنا ننبه لشغلتين إنه الحوامل يفضل ما يأكلوا كميات كبيرة من الأسماك لازم يأكلوا أسماك لأنه أوميغا 3 كتير مهمة لتطور الجنين ولكن لا يفضل إنه يتجاوزوا مرتين في الأسبوع لأنه السمك فيه ميركري أو زقبق وتناولنا لكميات كبيرة بيخلينا نحصل على كميات كبيرة من الزقبق اللي ممكن تكون مؤذية للجنين آخر سؤال دائما بيسألوني عنه الأوميغا 3 الأوميغا 3 اللي هو أو أوميغا 3 6 9 هو عبارة عن الدهون الغير مشبعة لدهون موجود في السمك فيه كتير ناس ما عندهم مشكلة بالأسماك حساسيات ما بقدروا كتير فبيلجأوا للمكملات على شكل أوميغا 3 أكيد ما فيه مشكلة ومفيدة ولكن بدنا ننتبه للجرعات الموجودة جرعات العالية جدا تعتبر علاجية فوق الواحد جرام فهنا نستشير الصيدلاني والطبيب خاصة إذا عم ناخد أدوية لأنه مرات تتعارض مع حبوب الأوميغا 3 فبدك تنتبهوا لهذا الإشي أو مرات تناولها بكثرة بدون إرشاد ممكن يعمل لنا مشاكل بتميوع إضا فاليوم حبيت أعطيكم ثلاث معلومات أساسية عن ثلاث أنواع من الأسماك تونس سردين وسمك الفلاو حكينا شوي عن الأوميغا 3 إذا عندكم أي أسئلة بتقدروا تحطولي بالكومنز تحت الفيديو إذا حبيتوا هذا الفيديو وحبين تحضروا فيديوهاتي أول بأول ما تنسوا تعملوا سبسكرايب بالقناة وتفعلوا الجرس لما تفعلوا الجرس أول ما ننزل الفيديو بيعطيكم تنبيه وتقدروا تحضروا فيديوهاتي وتستفيدوا منها وإذا حبيتوا هذا الفيديو بتقدروا تشاركوا مع أحبابكم وأصحابكم وأنا أكيد بشوفكم بفيديو جديد ترجمة نانسي قنقر